بسم الله الرحمن الرحيم، سنكمل الميتابوليك بزيز بون ونبدأ بالبون دينستي بروبلم اللي هو الاستيوبينيا الاستيوبينيا ده كلمة مططة بتدل على ان البون دينستي قليل لكن ماهوش تشخيص لمرض الاستيوبينيا ان البون بقى ضعيف وممكن قابل للكثر ويحصل فراكشور كومبيليكيشن البون دينستي بتتحدد اما عن طريق الماتريكس او المينراليزيشن لو في مشكلة في الماتريكس والمينراليزيشن اللي اتنين مع بعض يبقى دهية اللي هي الاستيوبروزيس ممكن تعملها لو في مشكلة في المينراليزيشن بس ده ممكن يعملها الريكتس والاستيوبينيا الاستيوبينيا عموما او ضعف البون ده ده بيتحدد عن طريق ديكسا سكان هناخده بالتفصيل اللي احنا بناخده الاستيوبروزيس الديكسا سكان ديت عبارة عن اكس راي انا بعمله على منطقتين في البون وبعد كده بشوف بحدد مدى قوة البون اللي قدامي فلو هو الاسكور جاب لي في السؤال ان هو التي سكور من ناقص واحد ونص ناقص اتنين ونص يبدأ هو التشخيص بتاع الاستيوبينيا لكن لو من اقل من ناقص اتنين ونص يعني ناقص اتنين وتمانية من عشرة ناقص ثلاثة يبدأ هو على طول الاستيوبروزيس يبقى الاستيوبينيا ديت الحالة الوسيطة ما بين النورمل اللي هو up to تي سكور ناقص واحد وما بين الابنورماليتي او ما بين تشخيص الاستيوبروزيس اللي هو أقل من ناقص 2.5 الأستيوبينيا ممكن تكون أو تؤدي إلى الأستيوبروزيس اللي هو مشكلة في الماتريكس والمنيراليزيشن أو تؤدي إلى الأستيواليشيا والريكتس اللي هو مشكلة في المينيراليزيشن بس المشاكل بتاعت اللي هو ضعف البون دي تلبشانت ممكن يوصفها ازاي يوصفها لو هو في كبار السن ان عنده بون بين جنراليز دي بون بين عنده ويكنس عنده بون تندرنس ممكن يحصل مينور تروما فراكشور مجهود بسيط نيانجم عنه كاثر للبون نبدأ بحاجة اللي هي درسي مهم جدا اللي هو الأستيواليشيا والريكتس عارفنا ان ده مشكله في البون دينستي بس في المينيراليزيشن فقط المشكلة في المينيراليزيشن لكن الماتريكس نورمال مفوش اي مشكلة بالنسبة لأستيواليشيا لما بيجي لما المشاكل دي تحصل في الكبار بيبقى بنسميها أستيواليشيا ده قبل الكولوجر بتاع الإبيفيسيز لو بعد الكولوجر ده بعد الكولوجر بتاع الإبيفيسيز إنما لو قبل الكولوجر بتاع الإبيفيسيز بيحصل في الأطفال فده بنسميه الريكتس يبقى الريكتس والأستيواليشيا هم نفس الحاجة بس في الكبار أستيواليشيا في الصغار بنسميهم ريكتس الحاجة التانية برضو في الفوارق بينهم إن القستيواليشيا بتيجي بس يقول لي تين ضربون أو يقول لي فيه لكن في الريكتس بيبقى بيظهر لنا مع الأطفال وهم جايين بنشوفهم لإنه لسه عظامهم بتتكون فمع تكوين العظام وضعف وجود الكالسام والفوسفورس اللي هو المينوريزيزيشن بيظهر مشاكل واضحة عليهم نقف عن لتقسيمة الريكتس احنا كنا اخدناها قبل كده بس نقف معها احتياطي ممكن بس يسألني في الامتحان عن أنواع الريكتس فلو سألني لو هو جايب لي أن الفيتامين دي قليل يبقى خلاص هو دهوط الفيتامين دي قليل والبركيرسر قليل يبقى دهوط فيتامين دي ديفيشنسي وده غالبا بيكون الفيتامين دي لما بيقل هيقل لي معاهي الكالسيوم هيقل لي معاهي الفوسفيت وبعد كده هيعمل هايبر براسيروديزم ساكاندري هايبر براسيروديزم هيديد البراسيرويد هرمون الفيتامين دي دي بندانت ريكتس ده بيجيب لي أن البريكيرسر بتاع الفيتامين دي عالي لكن الفيتامين دي نفسه قليل يعني الهايدروكسي 25 هيدروكسي فيتامين دي عالي لكن الداي هيدروكسي 1 25 فيتامين دي قليل الفيتامين دي ريزيستانت ريكتس لو سألني عنه لازم بيجيبهولي أنه هو في الرجال فقط ولازم يقول لي فيه family history يعني الطفل جايلي بالصورة بتاعة الفيتامين دي دي فيشانسي سواء الريكتس أو القسطو ماليشيا حملة تلمة عن الريكتس جايلي بالصورة بتاعتها بس أقلي أن دي مشكلة موجودة في الرجال العيلة موجودة في عمه موجودة في أبو موجودة في أخو في الرجال فقط يبدأ على طول الكوز هو الهايبوفوسفاتيميا هو دية الأبنورمالية الوحيدة اللي موجودة فيه وتعمل النوع ده من الريكتس وعشان كده بيسموه الفيتامين دي ريزيستانت أو الإكسلينكد هايبوفوسفاتيميك ريكتس حالات القسطو ماليشيا في الكبار Old age بيجيبهولي بيشانت مثلا نايم في الشارع على طول هوملس وبيشرب كحوليات كتير وبالتالي ممكن يخش في كرونيك بنكرياتايت فده يعمل ملأ بزوربشان ما ينتصش الفيتامين دي من الجط وبالتالي يحصل فيتامين دي ديفيشانسي فيجيلك بالبون تندرنس أو يحصل فريكشر إيزياليان المال أبزوربشان تندروم عموما زي الإنفراماتري بقى والديزيز زي الكرونز أو الألثوريتف كولايتس أو أي مال أبزوربشان زي السيليكس برو كل الحاجات دي هتبتعمل بريزيستانت للأبزوربشان بتاع الفيتامين دي فيدخل في فيتامين دي ديفيشانسي وبرضه أستوماليشيا برضه أخذنا الرينال تيوبولر أثيديوزيس الطيب 2 كان بييجي مع الأستوماليشيا والريكتس ده كان بيكون نانانيونيك جاب ميتابوليك أثيديوزيس وكان بيكون فيها الفوسريت والكالسيوم بيحصل لهم لص وبالتالي كان بيعمل اللي هو الفيتامين دي ديفيشانسي وبرضه مشاكل الريكتس في الأطفال أو الأستوماليشيا في الكبر احنا كده عرفنا معظم الحاجات اللي بنسأل فيها حنوقف بس عند البرزينتيشن بتاع الريكتس بيجيلي إزاي لإنه ده مهم وبنتثقل عليه كتير طفل جاي بكون فالجان أو سيجر أو تيتاني أو ألوبيشيا هيروفلوس ممكن يجيب لي بقى مشاكل البول كتير ممكن نلاقي فيه فرانتال بوسنج الجابهة بتاعته بقى طالع لقدام ممكن يحصل فيه اللي هو بونج للليج والفيمر والفيمر والتبية مع بعض تؤثر على المشية بتاعته الجيت الجيت بتاعته تبقى مش متزنة فيها وادلينج جيت ممكن يحصل ديليل الكلوجر بتاع الفونتانيل ممكن نشوف حاجة اسمها الهاريسون جروف أو الراكاتي كروزاري أو البيتاس كارينيتام ده اللي هو البيجون شاست وممكن يبقى فيه كرينيو تيبس اللي هو الصفت سكال بيبقى ديميتاس كده أو صفت تحت الإيد ممكن يبقى فيه مشاكل في الأسناع الدينتال إنما الهاي بوبليجيا ممكن يحصل إن الطفل نفسه وهو الانفانت يبقى هاي بوتونيا هاي عنده هاي بوتونيا ضعيف ما بيحرقش إيده أو فيه ديليل في الموفمينت بتاعته ممكن يحصل ديليل في الموتور مايلستون متأخر في الماشي متأخر في التسكنين ممكن يحصل دي كلها حاجات بنشوفها مع البيشنت اللي جاي لازم يجيب لي السؤال كاراكتوريستيك قوي عشان كده لازم نشوف أشكاله أول حاجة الفرانطال باصنج ديات شكلها هوا ما نعرف أننا كده jeito الأمر أيضا الحاجة الثانية he هو البوينج جليج زي ما حينا ما رأيAudلي ready بعدين عن بعض هو start ثقبتين بعاد عن بعض باقي في الفيمر وفي التبية وفي صفت سكال اللي هو الكنيوتيبس اللي ما حينا معين بيبقى صفت تحت ديات دياته وفيبقى الخلوجير فونتانيل اللي بيبقى delete برضه نشوف الهو الراكيت كروزاري المؤ scrut اتربية غيره الشباب سبحة كده الربس بينه وبتكون شبه السبحة زي ما احنا شايفين المنظر بتاعه فيه الهاريسون جروف برضو بيتشاف البيشنت بتاع الريكتز ده الهاريسون جروف ده اللي هو الشورت ستيتشر وبرضو الالوبيشيا والبوينجليج دي كلها حاجات بتتشاف برضو مع البيشنت بتاع الريكتز هنا الانمال هايبوبليشيا ضعفها ضعف الانمال وضعف تكوينها ده اللي هو البيكتز كارينتم شكله هو اشتدر طالع لبرة بالشكل الكاركتوريستيك ده دي كلها الحاجات اللي ممكن توصف في السؤال بتاع الريكتز الريكتز او الاستيوماليشيا اللي اتنين بتاع الكبار والصغار بنلاقي فيهم الفوسفيت قليل بنلاقي الكلسيم قليل بنلاقي الفيتامين دي قليل وبالتالي بنلاقي البراطيروت هرمون عالي والالكالين فوسفاتيز عالي مهم احنا نعرف الحاجات ديت علشان ده اللي حيفرق ما بين الاستيوماليشيا بعد كده والاستيوبروزيز الاستيوبروزيز بيبقى كل الحاجات ديت فيها نورمال معادة الاستيوماليشيا عفواً لكن الاستيوماليشيا الاستيوماليشيا بيكون فيها من بالطريقة اللي احنا شايفينها دي النقلس التبقي باعمل إكس راي بلقى في ليرد سباين بلقى في سيودو فراكشور وسيمتريكل بتبقى بايلاترال الانيشال تريتمينت إن انا بدي الفيتامين دي والكالسيوم مااخترش الكالسيوم Sonra مااخترش الفيتامين دي الواحده ريكم ميندد إن الاثنين تعاطوه مع بعض الفيتامين دي والكالسيوم وبعد فيها من هات Control الكالسيوم مااخت كالسيوم اللي هو كالسيوم ديتري كالسيوم انه هو حافظ على نظام غذائي غني بالكالسيوم والفوزفيد كجايدلاين سواء امريكان او استرالين او كانديان الجايدلاين بتقول ان اي طفل اكسكلوزيف لبريستفيد يعني بس معتمد اعتماد كل على الرضاعة عند سن اثنين منص لازم ياخد فيتامين دي سابليمنتاشن نشوف السؤال هنا طفلة جاية سنتين من انجلاند في روتين فيزت عادية في ابنورماليتي عندها في الووكينج وفي فول بيحصل للطفلة كل شوية ما بتحبش الحليب يعني منتجات الحليب بتبعد عنه وبرضو وزدرون بادري من البرستفيدنج والكاو ملك فيزيكال اجزاميناشن انستيدي جيت وفي بوينج للتيبيا الاكس راي بيورينا ان فيه بيدنج للربس بيدنج اللي هو السلسلة اللي هو الراكاتي كروزاري والجينوفيروم يبقى احنا كده خلاص تكلمنا عن اللي هو حاجة واضحة اللي هي الراكاتي سؤال كمان طفل اربع سنوات والده جايبه عنده مصر ويكنس عنده بودليج يبقى احنا كده بنتكلم عن حاجات محتمل جدا مشاكل في الكالسيوم او فيتامين دي بعد كده بيقول ان الديليفري بتاعه كان نورمل المشاكل ديت الاب ديني انها موجودة في الفاميلي مهاش في الفاميلي عنده لكن ما يعرفش الفاميلي بتاعه مامتو اللي هو الديفورس الناذر ما يعرفش ان عندهم المشاكل في العيلة اخبارهم ايه فممكن كده تطيبلك السؤال للاحتمال نفي المشاكل عن عائلة الاب لا يعني ان المرض ما يكونش موجود عن عائلة الام احنا بنتكلم تقريبا عن هايبوفوسفاتيميك ريكتز هنشوف التحاليل الكالسيوم نورمل الفوسفيت قليل كل حاجة نورمل مع عادة الفوسفيت يبقى احنا كده بنتكلم عن نوعه واحد بس اللي هو مش هيكون لالفيتامين دي لان لو كان فيه كان هيبقى الكالسيوم برضو قليل وكان مع الفوسفيت البرس يروضه الممكن هيبقى عالي مش هيبقى برضو هو ولا هو السيودو هايبوباراسايروديزم اللي اتنين دول نفس الحاجة دي اللي هي برضو البرامري عفوا السكندري هايبربراسايروديزم دي كنا هنشوف فيها ان البرسايرويد هرمون عالي بينما الفوسفيت كان هيبقى عالي والكالسيوم قليل بالنسبة للا اكس لينكد هايبوفوسفاتيميك هو ده الحل بتاعنا طيب توف فيتامين دي دي بندنس وعمره ما يكون برضو ده لان جايب لي في السؤال ان البركيرسور بتاع الفيتامين دي نورمال مفترض ان البركيرسور يبقى عالي ويفترض ان الفيتامين دي قليل الاتنين عندي نورمال سؤال كمان 45 سنة في ميل جايب ديفيوز بادي بينز ومصر ويكنس دياجنوز مع سيليكس بروسيفرالي يبقى احنا كده بنتكلم عن مال أبزوربشان سندروم لخلي الباشنط في فيتامين دي بعد كده خلت العلاج وبيثألني السؤال بيقول لي ايه المصتلايك لوكيرو واذا فيتامين دي ديفيشنسي هل هو ايوة طبعا هو بس هنا الفارق بيفرق لي ما بين الريكتس ان الريكتس بيحصل في البون والكارتلج لكن في بيحصل في البون بس الريكتس بتحصل مع اللي هو الباجت سندروم عفوا الباجت ديزيز الدفكت فورميشن أوف كولوجين لا اللي هو يقصد اللي هو الاستيوجينيس امبرفكتة الاستيوجينيس امبرفكتة عرفنا وصفها مواصفها مش هيجي كلا خالص وبيجي في الأطفال ده مش اللي هو يقصد الاستيوبروزيس برضو مش هيكون ده المشكلة بتاعته